في تظاهرة إحياء الذكرى الثامنة لملحمة 7 مارس ببنجردان الخالدة استرجاع لتفاصيل ملحمة تونسية غير مسبوقة للقضاء على الإرهاب والإرهابيين لما توحدت جهود المؤسسات العسكرية والأمنية ومختلف الأسلاك الحاملة للسلاح مع المواطنين فباتت هذه الملحمة مصدر فخر واحتزاز للتونسيين ولأهالي بنجردان على وجه الخصوص نحن هدينا للعالم شيء كبير هو أنه اليوم نهارها كمعاش نجم تفرق بين مدني وعسكري وكذا اليوم هكذا هو يوم تاريخي اليوم تبحث عن حماية الوطن بطبعة الأهال والدفاع عنه نقوله يوم وطني لمقامة الإرهاب فنعني بذلك الملحمة التاريخية ببنجردان وبالتالي صحيح هو الوزير التاريخ يعطيها معناها الأقل منشور بشي يقع تدولها لدات الناشئ ولكن غير كيف نعتبروه في الموقب الرسمي لإحياء هذه الملحمة بفضاء النصب التذكري وسط مدينة بنجردان أشرف وزيراء الدفاع والداخلية على هذه الاحتفالات الرسمية مبينين ما قدمته المؤسسة العسكرية والأمنية والمواطنين من جهود وتضحيات من أجل صد الإرهاب والانتصار على الإرهابيين في هذه الذكرى بطبيعة الحال أكثر من رسالة هي رسالة وحدة وحدة الدولة وحدة الوطن ليس فقط بين كل الأسلاك الممثلة للقوات المسلحة وإنما كذلك مع المواطنين فوحدة الدولة بين هياكلها وقواتها المسلحة والمدنيين وهو أكبر دليل على أن تونس بطبيعة الحال تسير من حسن إلى أحسن وبإذن الله ستبقى وفية لأبنائها الشهداء ونحن اليوم بحثكم هنا من أجل أن نحيو هذه الذكرى وفي نفس الحين نلتقي مع أبناء شعبنا في بنجردان ولكن نحن فعلا نتفاعل مع أصوات أبناء هذه الجهة التي تشعر بالحرمان والغبن من حيث مشاريع التنمية والقدرة على أنها تخطو خطوة إلى الأمام في تحسين أوضاع المتساكنين متاع المنطقة وتحسين أيضا كل ربوع الجنوب التونسي وفي الحقيقة نحن سعيين لهذا الأمر ملحمة انطلقت مساء الثاني من شهر مارس منذ ثماني سنوات بمنطقة العوجية لتتواصل إلى يوم السابع من شهر مارس لتنتهي معركة بين الإرهابيين والتونسيين أمنيين ومدنيين سقط خلالها 22 شهيدا وقتل فيها العشرات من الإرهابيين